والحديث بالشكلة ينضم معنا وينضم معه هنا في الأستاذ المحل الاقتصادي ناصر القرعوي ورئيس المركز السعودي للدراسات والبحث حيا أكلم معنا أستاذ ناصر حياكم الله جميعا دعني أبدأ معك من حديث ليلة البارح عن استعراض أربع وزراء سعودين أفاق المرحلة المقبلة أو بما تم خلال عام 20 أو خطة المملكة لعشرين ثلاثين الرقم الأبرز الذي تنقلته هو كافة وسائل الإعلام العالمية والمحلية على أن رؤية ساهمت في خفض الإنفاق بحوالي 400 مليار ريال كيف قرأت بالنسبة لك هذا الرقم بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنما قدمها الوزراء بعد حديث سمو ولي العهد والضافي والواضح والشفاف عن الرؤية وعن نتائجها وعن برامجها إلى أين وصلت المملكة من خلال الرؤية قدموا الكثير من الأرقام التي فعلا أكدت أن الرؤية في مسارها الصحيح ما أشار إليه معالي الوزير فيما يتعلق بالوفر من الميزانيات 400 مليار هو طبعا محاولة الوزارة من خلال البرنامج على أولا ألا تجفف المشاريع أو تقلل منها مثل ما حدث في بعض الحالات التي لم تكن ضمن الرؤية ولكن الرؤية كانت أيضا وصلت إلى الأهداف الاستراتيجية للتنمية فبالتالي حوكمت الشركات وحوكمت الأسعار وحوكمت أيضا الطرح والتوزيع العادل بين المناطق هو الذي يوفر للدولة هذا المبلغ الكبير لكنها لم تؤثر على مستوى الحجم الأفقي والرأسي للتنمية في المبلغ يعني رغم حتى أزمة جائحة كورونا المملكة تقوم بتخفيض عن الإنفاق نعم المملكة من أكثر الدول في العالم إنفاقا على الجائحة وهذا ما نجني ثماره في الوقت الحاضر أننا من الدول القلائل على مستوى العالم من حيث الإصابات اليوم أستاذ ناصر بعد دخول قطاعات جديدة حتى في ظل أزمة الجائحة كان حديث الوزر البارح حتى على القطاع السياحي يعني أنه أكثر من مئة شركة أنشئت خلال الجائحة تم دعم كما قال المتحدث على أنه تأسيس مئة شركة في أقل من سن وعتمد أنها بكبير على القطاع الخاص اليوم دور أيضا القطاع الخاص على مستوى الجانب السياحي في توافق ما بين المثلث الاستهلاك أو التخطيط والإدارة الدولة الكطاع الخاص والمستفيد المواطن وبالتالي هذا التناغم بين هذه الثلاثة هو الذي يحقق الكثير من الرغبة وبدأت الدولة في البداية بتأسيس البنية التحتية لأنها مكلفة والقطاع الخاص لا يستطيع الذهاب إليها لأنها من مسؤوليات الدول ولكن المملكة العربية السعودية بدءا من التقنية المملكة تمتلك أحدث برامج التقنية في الحكومة الإلكترونية وهذا حدث منذ أكثر من يقارب 15-20 سنة من خلال مركز المعلومات في وزارة الداخلية هذا التناغم الكبير جدا بين احتياجات المواطنين وحدث حتى في الجائحة نحن ننظر الآن إلى الحياة العامة في المملكة لم تتأثر كما هي في الدول من الحضر من القلق من الصابات فبالتالي لكنها أيضا وفرت للحياة العامة الاستقرار والارتياح وبالتالي هذا هو هدف استراتيجي أن السبعين مليار التي تذهب سنويا إلى خارج المملكة أننا احتفظنا بنسبة كبيرة منها جدا وإن شاء الله نحتفظ فيه اليوم ممكن دكتور ناصر على مستوى الانفاق حتى في أزمة الجائحة يعني وزير السياحة يحمد الخطي بشار المعنومة مهم أنه تكلفت مشاريع التمويلة وصلت لحدود مليار ريال يعني حتى وفي أثناء الجائحة انفقنا على القطاع السياحي أكثر من مليار ريال لم تتأثر المملكة بحجم كبير وإحنا تأثرنا فعلا إلى حد ما لكن الدولة كانت هي التي تضحي بسد الفراغ أو سد الاحتياج فيما يكون في هذا الأمر من حاجة سواء في القطاع الصحي في السياحة في الخدمات في تحمل كثير من حتى أيضا القطاع المصرفي حينما دعمتها بخمسين مليار من أجل لا يكون هناك ضائقة على القطاع الخاص ساهمت الدولة في البداية ثم جاء القطاع الخاص واستفاد من هذه المسارات الجديدة والمستفيد الأخير أو النهائي هو المواطن الذي يحس بأن هذا الأمر لم يكن كما كان عليه الخوف والقلق في السابق